من جديد أهلا بكم في محطة خليجية ثانية له بعد انتهاء زيارته للكويت أجرى رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني اليوم محادثات مفصلة مع القيادة القطرية حول سبل تعزيز العلاقات الإيرانية الخليجية وتطورات الشرق الأوسط وقد أكد لارجاني أن لطهران والدوحة دورا مهما في تعزيز استقرار المنطقة معربا عن رضاه لنتائج زيارته لدولة الكويت من جانب آخر دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضا إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان استمرارا للمشاورات الإيرانية الخليجية بهدف تطوير مستوى التعاون أجرى رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني اليوم محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في الدوحة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والتطورات ذات الاهتمام المشترك وقد أكد لارجاني في تصريح صحفي أن لطهران والدوحة دور هام في المنطقة داعيا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والبرلمانية بين البلدين وضف لارجاني أن المنطقة تواجه حاليا أزمات كثيرة وتستدعي التعاون الجماعي لتثبيت الاستقرار فيها مشيرا إلى الرؤية الإيجابية لأمير قطر وداعيا في الوقت نفسه إلى تهيئة الأرضية اللازمة لتنمية أفاق التعاون بين الجانبين وفي شأن آخر يتعلق بالعلاقات الإيرانية الخليجية دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارة له إلى عشق أباد اليوم إلى تعزيز التعاون بين طهران ومسقط في كافة المجالات منها النفط والغاز مضيفا أن بإمكان إيران أن تكون رابطا لتبادل السلع بين عمان وتركومانستان وأسبكستان من جانب آخر وعلى صعيد تطورات الملف النووي الإيراني قام وفد رفيع من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برئاسة نائب رئيس المنظمة بهروس كامال واندي بإجراء زيارة إلى موسكو وإجراء محادثات حول سبل التعاون المشترك وعلى صعيد المحادثات النووية أكدت طهران وواشنطن أن وزيري خارجية إيران والولايات المتحدة سيلتقيان يوم الأحد المقبل في مدينة اليوزان السويسرية بهدف إجراء مشاورات لحلحلة باقي الأمور الخلافية المتبقية وإبرام اتفاق نووي النهائي